طيب تليني الله حضراتكم خبر مهم جدا ومعلومة مؤكدة 100% 100% الاهل بكرة بشكل رسمي هيخاطب كل من الاتحاد المصري لقرة القدر والاتحاد الافريكي والاتحاد الدولي لعرض كل وجهات النظر بخصوص تعارض مسابقتين كأس العالم الاندية مع بطولة الامم الافريكية تمام؟ وضع حريص جدا عليه النادي الاهلي وحيبقى فيه خطابات رسمية بكرة الصبح من النادي الاهلي لكل الجهات اللي قلت لحضراتكم عليها لإيجاد حل للقصة دي علشان يتم مراعاة مادة تكافؤ الفرص لكل الفرق اللي حتشارك في كاس العامل الاندية والاهلي حيتكلم معهم في المعاد يا جماعة خلوا بالكو احنا عندنا المعاد ده بتاع كاس العالم متعارض مع المعاد الثاني اللي هو بتاع مين؟ كاس الأمم الافريكية الاهلي حيقول كامل ده مين؟ الاتحاد المصري الكورتكاد الاتحاد الافريكي والاتحاد الدولي فأرجوكم يا جماعة الفيفا فير بلاي الشعار بتاعها فير بلاي فإحنا عايزين مبدأ تكافؤ الفرص إحنا عايزين فير بلاي ده مبدأ تكافؤ الفرص حلو عايزين يكون الكل متساوي عنده فرص متساوية في المنافسة فإنت لما قتشلسي حتروح تلعب بقيمتها الكامل أين كان بقى تشلسي طبعا في حتة تانية بقى فرقة أقوى أو من أي فرقة هتشالف كاس عامل هم مرشح لأول ده أمر أكيد لكن عندك منتيري عندك بالمرس أنت بتنافس معك سيبتون للسالة اللي فيتت عندك الهلال الصعودي لا يقل عنك ولا أنت تقل عنه خالص فالمنافسة قوي لكن الناس دي ما تروح بكامل قوايمها والأهل يروح ناقص له عشر، اتناشر، تلاتاشر لعيب بدون مبلغة فكده حيبقى الموضوع ما فيش أي تكافؤ فرص خالص فده اللي حيتلب به لأهل بكرة الصبح بخطابات رسمية حيتم إرسالها لكل الجهات اللي قلت لحضراتكم عليها ده استكمال الجزئة اللي احنا كنا نتكلم فيها في السيجمينت اللي فات وده أمر مهم جدا 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 على أمل على أمل تحديد وتعديل معاد إما كياس العالم الأندية أو بطولة الأمم الأفريقية طيب ده كان أمر مهم ومعلومة مهمة ومؤكدة وخبر هام قلت أقوله حضراتكم بشكل سريع في بعض